يلا بينا بقى نروح لفريق كرة القدم اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة امام المقاولين العرب على استاذ الاهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السبعة من الجولة السبعتاشر الحقيقة في بطولة الدوري الممتاز بصراحة كل مباريات النادي الاهلي خلال هذه الفترة هي مباريات مهمة جدا سواء في الدوري او في البطولة الافريقية يمكن كسبنا مباراة القطن والقطن في مصر وبالتالي الناس بتقول لي يعني انت مش هتتكلم عن مباراة القطن لا مباراة القطن كسبنا في وكنا متوقعين ان احنا نكسب خلي بالحضراتكم وبالتالي هي اربع سلمات او اربع سلالم خدنا او طلعنا السلمة الاولى وهي سلمة القطن الكاميروني بتكلم عن البطولة الافريقية يتبقى فيها سلمة سانداونز اللي هتبقى يوم السبت القادم ثم سلمة القطن الكاميروني في الكاميرون ثم السلمة الاخيرة وهي الهلال السوداني في مصر مش هقدر اقيم مباراة مباراة ولكننا هقدر اقيم الفترة اللي جاية بشكل عام في البطولة الافريقية وبالتالي مباراة مهمة ومباراة صعبة قدرنا نكسب اقصد مباراة القطن الكاميروني وهي مباراة كانت يعني كل الناس كانت متوقعا لنادي الاهل يفوز على نادي القطن الكاميروني ولكنها مرحلة اولى من اربع مراحل الحمد لله قدرنا نعدي المرحلة الاولى مرحلة التانية ان شاء الله يوم السبت القادم مع القطن الكاميروني ايضا لو رجعنا بقى للدولة العام مباراة بكرة المقولين العرب وسجل مواجهات النادي الاهل مع ذئاب الجبل حافل بالانتصارات الحقيقة حيث تقابل الفريقين 79 مرة النادي الاهل حقق الفوز في 56 مباراة بينما حسمت تعادل مواجهة الفريقين في 16 مباراة مقاولين العرب حقق الفوز في 7 مباراة تفوق كبير جدا وكاسح للنادي الاهل على المقاولين العرب بالمناسبة المقاولين العرب السنة دي عامل مباراة رائعة ومباراة كابتن شوقي غريب الحقيقة عامل شكل رائع جدا جدا لفريق المقاولين العرب وبالتالي مباراة صعبة جدا 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 وابو باراة مهمة جدا ولازم تفضل ماشي بالتوازي في الدولة العام وايضا في البطولة الافريقية محدش يفكر ان احنا دولة العام ده حاجة ولا الدولة العام لازم تكسب ان شاء الله وفي البطولة الافريقية لازم تكسب ان شاء الله ازاي هنشوف بقى كلها رح يحل هذه المعضلة ازاي خلال الفترات القادمة اشتركوا في القناة